حكومة المالكة وصفت بالحكومة الدكتاتورية لا أتصور هذا الوصف من الخصوم السياسيين الإنسان يريد يسقط الآخر يصفه وينعته بأي نعت دعني أسأل السيد عبدالسلام برواري طرحنا سؤالا في بداية البرنامج هل غير تأييد الصدريين لدولة القانون ميزان القوى السياسية في البلاد كيف تنظر للقوى السياسية في البلاد ميزان القوى السياسية في البلاد هل غير الصدريون فعلا من هذه الموازنة أنا أتصور موقف الصدريين الذي لم يكن في البداية متوقعا قد غير التوازنات الواقع السياسي مع الأسف لا زال في العراق كما هو أنا أتصور هذه الشهر السبعة كانت كافية لتثبت لنا بأن الثقافة السياسية في الشرق الأوسط بسرعة عامة لا زالت بعيدة بعض الشيء عن الثقافة الديمقراطية أي القبول بالمنافس أي القبول بأن أكون خارج السلطة أنا لا أريد مثل سيد عباس أن نقارن العراق مع بريطانيا التي كانت قبل خمسة مائة سنة قد خطت خطواتها الأولى على طريق الديمقراطية التمثيلية وبالتأكيد لم تكن كذلك تجربة لديهم آنذاك مثلنا لكن أنا أأمل بأن يكون لنا الصبر الكافي لكي نمر بمخاضات ولادة الديمقراطية نظريا وبعيدا عن كل تعريف لمفهوم الأكثرية نظريا كما ترى في بريطانيا اللي أبقى مع المثال في عصرية يوم إعلان إنتائج الأولية كان واضحا من سيشكل الوزارة أي الذي حصل على أكثر الأصوات نحن لازلنا في صراع من هو الأكثرية من يمثل إذا لم يكن الصدريون مستعدين لتقديم هذا التنازل كان بالتأكيد الإتاف الوطني سيكون له موقف آخر وعندها لم يكن من الممكن لدولة القانون أن تجمع العدد المطلوب لكي يتم تكلفها بتقديم عبد السلام لذلك هذا غير التوازنات كما قلت جميل عمليا عمليا التحارف الكردساني الكردة في العراق هل سيتجون باتجاه كل من يحقق هذه المطالب التسعة عشر أم لا نحن ذكرناها بكل سهولة نحن لسنا مع هذا الشخص وهذه الجهة وهذه الطائفة نحن نعتقد بأننا البعض يتكلمون عن المشروع العراقي والنضج السياسي ونحن نثبت ذلك عمليا نحن كنا أولا من قدم ورقة تفاوضية هذه الورقة تفاوضية تتضمن رؤيانا للعراق ورؤيانا للحكومة المقبلة وقلناها نحن مستعدون لأن ندخل في تحالف مع كل جهة أو أول جهة تعلن استعدادها وتؤكد ذلك من خلال اتفاق عن البرنامج الحكومي لتطبيق هذه الرؤية كما ذكر الأستاذ سعد وأعتقد الأستاذ عباس أيضا يشاركني هذا الرأي هذه الورقة هي ورقة تفاوضية أولا لكي نترك مسألة الحديث عن الشروط ثانيا لا تتضمن أبدا منطلقات قومية أو منطلقات طائفية فئوية هي رؤية للحكومة المقبلة لذلك نحن قلناها وليس هناك أي حرج في التفاوض السياسي إذا تمكن الأستاذ المالكي من جمع العدد الممكن بالتأكيد الخطوة هي خطوة ثالثة يجب أولا أن يجتمع مجلس النواب كما تعلمون أن ينتخب رئيسه يجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية سيكلف هذه الجهة التي ترى بأنها قادرة على تشكيل الحكومة هذه الخطوات كلها مترابطة مع بعض وهذا أحد أسباب التأخير الجواب هو نعم أي جهة تلتقي معنا في رؤياها للبرنامج الحكومي المقبل نحن ننظر إلى البرنامج كأساس ونحن مستعدون لخوض هذه التجربة إذا لم تفز هذه الجهة بثقة البرلمان بالتأكيد ستكون هناك مفاوضات جديدة وتشكيلات جديدة سنقوم بنفس العملية بغض النظر نحن لا نية لدينا لدخول اتفاق أو اتلاف على حساب اتفاق تحالف آخر أنا أشارك الأساتذة بأن من الصعب عمليا أن تجمع كافة القوى ولكن الظرف العراقي الحالي يتطلب في هذه الدورة وربما للدورة المقبلة أيضا أن يتم إشراك كافة المكونات الديمقراطية لا تعني شيء إذا لم تكن هناك معارضة قوية لتمارس الضغط ولتثبت للناخب بأنه قد أخطأ في عدم إعطاء ثقة له ولكن الوضع العراقي الظروف والمؤسسات غير المستقرة والثقافة البعيدة تتطلب في الحقيقة على الأقل محاولة إشراك كافة القوى كيف بقوة تضم أكبر عدد ممكن من النواب عمليا ماذا سيحدث هذا يتعلق بموقف هؤلاء الجهات نعم السيد عبد السلام برواري عضو برلمان أقيم كردستان من أربيل شكرا جزيلا لك سيد عباس فيما تبقى من وقت البرنامج الوضع الحالي الوضع الراهن هناك استراتيجيات علاقات استراتيجية تجمع هذه الكتلة مع تلك الكتلة وكانت هناك علاقات استراتيجية أيضا سابقة بين الكتل هل تعتقد أن هذه العلاقات استراتيجية ممكن أن تتغير نحن نعلم والجميع يعلم أن هناك علاقة قوية تربط التحالف الكردسان الكرد بشكل عام مع المجلس الأعلى علاقتهم ربما الحد ما متوترة مع الصدريين بسبب بعض المطالب الكردية يراها الصدريون أنها تتعارض مع الخط العام الوطني هل يمكن أن يغير الكرد أو يقلب الكرد الطاولة على دولة القانون في ليلة وضوحة؟ ليس هناك ثوابت في العملية السياسية مرة أنا أنظر للسياسة كدين ولكن السياسة لا دينة لها أن هناك مصالح مصالح اليوم أنه أتفق معاك لمصطحة معينة أنجزها من خلال هذا الاتفاق غدا أختلف معاك لمصطحة لا أتفق معاك هذه القضية أما أنه ننظر من الجانب الوطني بعيد عن هذا العنوان السياسي العام قضية المصالح ومكافلية المصالح وعدم مكافلية المصالح الغاية بر الوسيلة لا مرة ننظر لا بمبدئية أكثر في العملية السياسية أن هناك وطن ونحن جميعا في مضلة هذا الوطن وجميعنا نحن محكومون بقانون هذا الوطن واتفقنا على أن هذا القانون هو سيدا علينا جميعا حاكما ومحكوما علينا أن نحترم القانون ونسير من خلال القانون ونبني القانون ونتفق من خلال القانون لا نتفق من خلال أهوائنا ومزاجاتنا ومنافعنا إذا نظرنا إلى هذه العملية فسيكون الوطن بخير وسيكون الناس بخير والقانون بخير إما إذا نظرنا ماذا أجني من اتفاق معك وماذا تجني من اتفاقك معي بهذه العملية سنعطل ولكن السياسة مصالح تربط نعم مصالح في ظل الدائرة الوطنية وليس الدائرة الوطنية ربما مظهوم الوطنية يختلف من كتلة إلى أخرى من حزب إلى آخر آليات تحقيق هذه الوطنية ربما تختلف من كتلة إلى آخرى ما أتصور أنت أو أي أخ من الأخوان يختلف معي بأنه العراق هو بيتنا الكبير ما أتصور في ذلك وفي داخل البيت الكبير تحصل هناك بعض الاختلافات لا أريد أن أكون نسخة منك ولا أنت تريد أن تكون نسخة مني والاختلاف هو عملية تكامل وليس تخاصم إذا وضعنا عملية الاختلاف بأنه نختلف لنتكامل لأن نتخاصم سنبني العراق أما إذا وضعناها منهج السياسي بأنه نختلف حتى نتخاصم وكل واحد يأخذ الكعكة بيا سابق لك الأول وهذه النتيجة سنخسر جميعا لأن هناك واقعا أقولها ومن خلال هذا المنبر الكريم أن هناك خنجر مسموم يطعن العملية السياسية بكل أصنافها بكل ألوانها أكان هذا المتصدل العملية السياسية قوميا هذا الخنجر صنع أقليميا ودوليا من لا يتفق مع مصالحه بأن العراق يستقر ويتطور سيضع سما في هذا الخنجر وقد تكون أدوات استخدام هذا المنبر ومن المستعر على هذا الخنجر أليس نفسهم أساسة في العراق؟ منه نحن الاختلافات والأهواء والمصالح والضعف وعدم احترامنا إلى القانون جزء منه هو نحن الذين عدوا أعدائنا وخصومنا على أنه يتولو أمرنا بقيت دقيقتين من وقت البرنامج قبل قليل تحدث عن القانون وطريقة تنفيذ القانون هناك ملاحظات على حكومة السيدة المالكية الحكومة المنتهية ولايتها فيما يتعلق بتطبيق القانون أثار هذه الملاحظات الصدرين وربما تضرروا كثيرا هناك ملاحظات أيضا أخرى فيما يتعلق بالسجون السرية والتعذيب وإلى آخره من خرق لحقوق الإنسان وهذا واضح أمام الجميع يتحدث حتى وزارة حقوق الإنسان تعترف بهذا الأمر القانون كيف يمكن أن يطبقه السيد المالكي في الحكومة المقبلة هل سيسير على نفس المنهج الذي سار عليه في الحكومة السابقة تتوقع كيف تقرأ هذا أخي الكريم يكون واضح عدنا ومن خلال هذه الفضائية المحترمة أنه القانون ليس هو السيد المالك هو الذي يكون مراقبا على كل الناس زين كاميرات خفية في باب كل دار أتحدث عن آليات تطبيق القانون آليات تطبيق القانون تبدأ من داخل النفس تبدأ من داخل الإنسان إمام أمير ممني عليه عبدالصرات والسلام يقول ميدانكم الأول أنفسكم فإن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز فجربوا معها الكفاء أولا أنا حينما لا أحترم القانون في داخل نفسي حينما أتجاوز على الشارع وحينما أتجاوز على النظاف وحينما أتجاوز على الجيران وحينما أتجاوز على الصحة وحينما أتجاوز على المرور إذن أنا كيف أحترم القانون كيف يكون أنه النافذ على سلطة القانون أن ينفذ القانون والذي يريد أن ينفذ القانون لا يحترم القانون لماذا حكومة السيد المالكي لا تعترف بوجود هذه الخروقات؟ الرجل يعترف بالعكس إذن لماذا لم يغيرها؟ قابلت مع العراقية الأسبوع الماضي قال أنا غير معصوم مرت التجربة بأخطاء مرت بإحباطات ومرت بعملية نضج وأنا أتمنى على كل الأخوة المسؤولين أن يقولوا لي لا أن يذهبوا للإعلام وهذا الشيء الصحيح عملية النقد يعني الإنسان الناضج لماذا لم نسمع عن إقالة وزير ربما فقط وزير النقل؟ أي وزير هو أو أي وزير أنت جنابك الآن تعترف معي في القضية أنه هل كانت سلطة رئيس الوزراء؟ بل هي سلطة الوزارات حينما الوزير يقول لا أنا شريكك السياسة وليس أنا وزيراً هل تعتقد باختصار سيد عباس؟ الوقت أنت حقيقة هل تعتقد أن السيد المالكي في حال تشكيله للحكومة المقبلة سيكون قادر على إجراء تغيير جذري في حال حصل خلل هنا أو هناك؟ نعم قادر إذا أنه حصل على قرار تنفيذ من قبل سلطة القانون وهو المجلس الوطني بأنه يكون رئيس الوزراء حكمه نافذاً على قدر وصدريون بالأمس قالوها علناً أننا سنأتي إلى الحكومة لنحاسب وكل من قام بعمليات إجرائية ضد تغيير صدر نعم يحاسبون من خلال القانون ولا أتصور السيد الرئيس الوزراء سيخالفهم إذا كانوا في دائرة القانون أشكرك جزيلي شكر السيد عباس العبودية المحلل السياسي وأشكر أيضاً ضيفي من أربيل كان معي السيد عبد السلام بروري العضو برلمان أقليمي كردستان ومن بغداد عبر الهاتف كان معي السيد سعد المطلب وعضو اتلافي دولة القانون وقت انتهى لملاحظاتكم ورأيكم راسلون على البريد الكتروني الظاهر في أسفل الشاشة الخلاصة آت الشرقية دوت كوم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة